السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت من انصار كابتال محمود الخطيب زي هتقول ان خطوة النهاردة العملاقة بوضع حجر اساس السادة الجديد هي افضل خطوة لكابتال محمود الخطيب منذ ان تولى لئاسة مجلس ادارة النادي الاهلي وان الحلم الاربي ببقى حقيقة ولو انت ما بتحبش الخطيب فانت بالتأكيد هتشوف اللي حصل النهاردة فانكوش لكن هحاول ان انا امشي شوية بعيدا عن الناس اللي بتحب الكابتال محمود الخطيب واتخرج النص وهو رأيه بمنطقة صراحة في اللي حصل النهاردة المشهد اللي احنا شفناه النهاردة مش اول مرة نشوفه مش اول مرة نشوفه ومعنى ان احنا شفناه من اربع سنين قبل اقامة الانتخابات السابقة ما بين الكابتال محمود الخطيب والمهندس محمود طهر لما المهندس محمود طهر عمل مؤتمر صحفي وتكلم فيه عن ان الاستاذ خلاص ارى بيبقى حقيقة والنادي الاهلي واخد خطوة املاقة في سبيل تحقيق هذا الحلب وعلى ارض الشيخ زايد برضو بالمناسبة مهندس محمود طهر ما عملش حجر اساس ولا عمل اي حالة كله عمل انه عمل مؤتمر صحفي يوم 21 نوفمبر 2017 قبل تسعة ايام من انتخابات النادي الاهلي وعمل مؤتمر صحفي ضخم عزم فيه بعض رجال اعمالي زي مهندس ناجيب ساورس اللي كان داعم لمهندس محمود طهر بشكل او باخر وتكلمه في مكتب استشارع املاق وتكلمه فيه اه تمويل كبير وتكلمه فيه خطط لتمويل الملعب وتكلمه فيه حاجات كتير قوي المشروع اللي كان على تربيزة المهندس محمود طهر كان فيه نفس الوقت الكابتن محمود الخطيب عنده نفس الفكر ونفس المشروع ونفس الحلم ولكن ان كان في الوقت دا عنده مع او بمعنى دا ما عندهوش عقبة في التمويل لانه كان متخيل في اللحزة دي ان تركي الشيخ هيقوم بمسألة التمويل ومسألة التمويل دي مش هتبقى صعبة في وجود مستثمرين ايضا من مصر ومن الامارات الى جانب تركي الشيخ وبعض المستثمرين السعوديين تركي الشيخ خرج برا الاطار اللي كان بيحلم بيه الكابتن محمود الخطيب وحتى خرج برا الاطار اللي كان وعد بيه مهندس محمود طهر وتحدث عن مدينة رياضية عملاقة مهندس محمود طهر كان بيتكلم عن مدحف ومستشفى الى جانب ملعب النادي الاهلي لكن تركي الشيخ كان بيتكلم عن مدينة رياضية متكاملة النهاردة الكابتن محمود الخطيب وضع حجر الاساس قبل ما يقارب الستة اشهر من موعد الانتخابات القادمة مش تسعة ايام واعلن فيه عن حاجات ملموسة لقى المراتي الحاجات دي بتقول ان النادي الاهلي الاول مرة بيحصل على الترخيص الملعب ارتفاعه تلاتين متر على مساحة تمانية واربعين الف متر وان النادي الاهلي خلال عشر ايام هيعلن عن خطته او عن المكتب الاستشاري اللي هيقوم بعملية الماكتس والرسومات التنفيذية للملعب وان على شهر اغسطس القادم هيبدأ بالفعل انشاء النادي الاهلي وده طبعا بعد ما نكون وصلنا لمصادر التمويل لو الكابتن محمود الخطيب صادق وانا ازعم ان هو انشاء الله صادق فمجرد البداية بالانشاء هتكون حتى لو ما كانش كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي الاهلي خلال عشرين القادمة هتكون بالتأكيد خطوة هايجة لصالح اي مجلس ادارة قادم يستطيع ان هو يكمل الطريق اللي بدأ الكابتن محمود الخطيب ودي انا واثق فيها ليه واثق فيها لان ادارات الاهلي برغم من اي شيء ممكن يكون عندنا او في وجهة نظرنا اتجاه مسلا ادارة مهندس محمود طهر لكن بكل يتأكيد ادارات النادي الاهلي كلها حلقات متصلة المهندس محمود طهر كمل في الشيخ زايد بعد الكابتن حسن محمدي والكابتن محمود الخطيب نفسه كمل بعد اه اه المهندس محمود طهر فرع التجمع وفرع التجمع قريب جدا ان شاء الله هيشهد افتتاح اه افتتاح الفرع قريبا باذن الله طيب هنا بقى السؤال لازم يطرح نفسه هل الخطوة اللي حققها الكابتن محمود الخطيب النهار ده تستحق الاحتفال وتستحق ان انا اجيب وزير الاسكان وتستحق ان انا اجيب وزير الرياضة ونعمل حجر اساس ونعمل مؤتمر صحفي اه ليه ايوان يعني لو انتم فاكرين النادي الاهلي في المرة اللي فاتت مع تركي قال الشيخ كان الكلام على ان الاستاذ هيتامل في طريق السويس معيدا تماما عن بقارات النادي الاف الشيخ زايد وده لاني لو انت اكتفيت بان الارتفاع يبقى ستة متر فده معناه انك هتطلق انك تخفر علشان تعمل الاستاذ بمدرجاته تحت الارض وده طبعا اغرار بعض الصلاة المغطاة وبعض الملاعب اللي موجودة في مصر لانها مخدتش موافقات اكتر من ستة متر لكن بعد ما انت خدت الموافقة بتلاتين متر ده معناه انك حتى لو حبيت تخفر تحت الارض فانت مش هتحتاج انك تخفر مسافة كبيرة ومن الوارد جدا انك ما تخفرش اصلا وتبدأ الملعب من مستوى الارض يعني تلاتين متر هتديك رحية جبيرة جدا في عمل مدرجات بالشكل اللي يعجبك مع التمانية واربعين الف متر اللي انت بتاكد هتحتاجهم علشان تعمل جنب الملعب مدحف وستورز وما فيش منها تعمل المستشفى الرقم كبير ويستحمل ملعب ويستحمل عدة مشاريع جنبه لكن من وجهة نظري ان في حاجات بين السطور قالها الكابتر محمود الخطيب تستدعي انك تتوقف قداما اولا معنى ان الكابتر محمود الخطيب بيقول ان انا خلال عشر تيام بكتير هاعلن عن تفاصيل متعلقة بالملعب الجديد بازن الله متعلقة بالمكتب الاستشاري ومتعلقة بالتصليمات ومتعلقة بالمكت ده معنى بشكل او باخر ان الكابتر محمود الخطيب ما كانش متوقف خلال فترة اللي فترة فيه انه بالفعل بيدور على مكتب استشاري يستطيع ان هو يعمل المكتس ده طبعا وجود المهندس محمد السراج اللي هو الاستاذ اه في هذا النوع من انواع المعمار طبعا مع بعض الحاجات اللي هو كان عاملها قبل كده بتقول ان النادي قالي بالفعل عنده على الارض تصورات معينة لشكل استاد الجديد والتصورات دي كانت محتاجة ان النادي قالي يحدد ابعاد الاستاذ او ابعاد الارض اللي مسموح له انه يشتغل عليها في وجود المكتب الاستشاري المزعوم اعتقد اني من الورج جدا ان احنا نوصل لنتيجة سريعة جدا تبقى عقبة التمويل نوجد نظر التمويل ما هواش قضية ليه ما هواش قضية لانك تستطيع انك تعمل حاجتين اول حاجة اما انك تستعين بنظام البي او تي شركة تاخد انتفاع حق انتفاع للملعب بعد طبعا دراست جدوى التعاقد مع نادي قالي من وراء هذا الملعب لو بالمناسبة هيبقى في مشاكل متعلقة بان ما فيش جمهور بيخش الملعب دلوقتي ودي حاجة هتأثر بالتأكيد على فكرة التمويل او انك تخضع الملعب لفكرة الاكتتاب او انه يتحول شركة مساهمة بحيس ان النادي الاهي يبتدي يعمل هذي الشركة اولا من اعضاء النادي اللي هما ممكن يكونوا ماليا كويسين او حاليتهم ماليا كويسة يعملوا زي اه طرح اسهم لشركة الاستاد كما كان ينوي او كما كان معروفا بالنسبة لنادي قالي انه هيعمل شركة للاستاد الشركة دي هتبتدي تطرح اسهمها هياخد جزء من هذه الاسهم اعضاء النادي في الفروع الاربعة وبعدين نبتدي نطرح بقية الاسهم على الاهلاوية اللي موجودين خارج اسوار فروع النادي الاهي لو انت وصلت للمستوى ده بالتأكيد تقدر تطلع بالاستاد او تطلع بتمويل الاستاد بشكل كبير قوي خلال فترة واجيزة ومنتج محتاج ان يكون التمويل كله تحتيدك يعني المشروع هيكلف خمسة مليار مش مطلوب انك ان يبقى معك خمسة مليار للوقت ممكن يبقى معك مثلا اتنين تلاتة مليار ابني بقى معك او مليار واحد او يعني اي مبلغ معك ابني بقى معك وكمل على التوازي او بالتوازي معك بحيس انك تقدر انك انت يبقى عندك شيء على الارض وتقدر تشتغل به اعتقد ان تحديد الابعاد وحصول على ترخيص بالمستوى ده هيدي الاحية كبيرة جدا ان كابتن محمود الخطيب خلال فترة جاية في انه يبقى عنده شيء على الارض يقدر من خلاله يكلم مكاتب مكاتب استشارية وفي نفس الوقت يقدر يحط تصوره هو لفكرة التموير لان وجود التموير وجود المكاتب استشارية في النهاية مرتبطة كلها بان يكون في شيء جاهز على الارض ده يتحقق النهاردة كمان كون ان المشروع بيتم طرحه على الناس قبل 6 شهور بين الانتخابات ده معناه جدية الموضوع المرضي مش انه دعاية انتخابية لان كابتن محمود الخطيب ما افتكرش انه يكلم في الموضوع النهاردة او ما افتكرش انه يكلم في الموضوع قبل شهر او حتى تسعة ايام زي ما حصل قبل كده من الانتخابات كابتن محمود الخطيب بيكلم في الموضوع ده من اول يوم دخل في اه او تراشح فيه للانتخابات ومكمل فيه حتى في اول شهوره الاولى في اه توقلي مجلس ادارة النادي الاهلي. الكلام استمر. والحديث استمر. وشغالين عليه وبيتكلموا فيه. لحد النهار ده. النهار ده الخطوة تهتنضب بشوفها انها خطوة مميزة. هنستنى منشوف الدنيا هترسى على اي خيال يامل جاية. وبعدين خيالات ده تشهور نشوف هل النادي الاهلي بالفعل عنده خطة حقيقية لتمويل ملعب. ولا كل ده فانكوش. يا وعجبك الفيديو من سبسكرايب. فعل زر جرس. اعمل لايك وشير. ورأيك. ورأيك في الكومنت. السلام عليكم.